السلام عليكم ورحمة الله المفروض يكون مدة أقل من عشر أشهر زي ما هو متبع بالعالم مدة أقل من عشر أشهر مع أنه عدد الأندي عندنا 12 نادي طبعاً رح يصيره عشرة وفي العالم 20 و18 نادي المهم نستفيد من هاي الأخطاء ونعالج هذا الموقف وإحنا جايين على موسم أصعب ورح نحكي أولاً كثير بقرة إحنا يعني في ناس اللي بكتبوا يعني ناس يعني بستغرب منهم بدون ذكر أسماء طبعاً بيجي بحكي لك إحنا سبب تأخر الموسم وإنه نلعبنا 14 شهر عشان رجعنا من شرق آسيا لغرب آسيا وطبعاً هذا الكلام خاطئ ليش خاطئ؟ لأنه إحنا بلشنا الموسم مبكراً ومبكراً جداً وفاتورة التحول من الغرب إلى الشرق والعودة من الشرق إلى الغرب دفعت سابقاً لكن في الموسم المنتهي إحنا بلشنا لعبنا الدرع من 11 جولة عشان نحاول نكسب يعني ما نوقف كرة القدم كثيرة وبلشنا الدوري بشهر تمانية قبل كثير من الدوريات العالمية اللي عندها 20 نادي وقبل كثير من الدوريات العربية اللي عندها 18 نادي بلشنا إحنا مبكراً لكن إحنا استمر الموسم عندنا لنهاية لـ 36 مع إنه عدد المباريات أقل لكن ليش؟ طبعاً لأنه إحنا ما مشينا على الأجندة الدولية المعدة عشان تنظم كل دول العالم موسمها الكاراوي عليها ليش بنحكي هيك؟ لأنه في ناس بتتهم أيام الفيفا وأيام الفيفا لا يمكن إنها تكون عائق أيام الفيفا هي موضوع تنظيمي وهي من أفضل الأشياء اللي عملها الاتحاد الدولي لو كرت القدم عندك أيام الفيفا للمنتخبات إن كانت تجمعات مباريات ودية مباريات رسمية وعندك أيام الأندية أيام الأندية والبطولات لأنه هذا احتراف لأنه هاي بطولات محترفين مش بطولات هواب في دفع فلوس فكل إشي منظم إحنا في الموسم السابق مع إنه عدد المباريات أقل ما اتبعنا أيام الفيفا إحنا توقفنا في جميع أيام الفيفا لكن ما اشتغلنا حسب نظام أيام الفيفا إنه مثلا أيام الفيفا أسبوع إحنا كنا ناخد عشر أو خمستاشر يوم قبل الأسبوع ليش؟ لأنه كلنا مع المنتخب وبدنا المنتخب ينجح وبدنا المنتخب يستمر وبدنا المنتخب يصل لكأس العالم وفرحنا عشان نصار وصيف كأس آسيا وكانت رؤية المدير الفني كابتن حسين عموتة في هذا الوقت إنه الدوري لا يخدم الأندية لا يخدم المنتخب آسف هاي كانت الرؤية إنه الدوري مش قوي لا يخدم المنتخب اعملهم معسكرات احترمنا ذلك وبما إنه جبنا وصيف آسيا وعملنا الإنجاز وتصدرنا مجموعتنا نحكي له برابو شكرا خلاص رؤيتك صح لكن ليست أيام الفيفا هي سبب تأخير نهاي انتهاء الموسم الماضي الآن إحنا ليش فتحنا هذا الموضوع الآن لأنه إحنا جاينا على إشي أصعب إشي أصعب لأنه عندك منتخبنا الوطني عنده تصفيات كأس العالم الدوري الثالث أندية الوحدات والحسين عندهم دوري أبطال آسيا اثنين راح يلعبوا كل شهر بنفس الشهر اللي بلعب فيه المنتخب مبارتين هم هيلعبوا مبارتين شهر تسعة المنتخب عنده مبارتين وحداته حسين مبارتين آسيويات شهر عشرة شهر احداش وهم بكمان شهر اثناش والسنة الجاي طيب واحد بيحكي طب كيف رح يمشي الموسم أحيانا المنتخب بيلعب قبل ما يلعب الوحدات والحسين آسيويا يعني زي الجولة الأولى والثانية منتخب حيلعب بخمسة وعشرة تسعة الوحدات والحسين سبعتاش وطمنتاش تسعة يعني مش هيكون فيه فراغ حتى يلعب مباريات دوري الجولة اللي بعدها ممكن يلعب الوحدات والحسين قبل بعدين المنتخب يكون الفارق برضو بسيط مرة احنا أندي بتلعب قبل ومرة المنتخب بلعب قبل وفيه دوري واتحاد كرة القدم مطلوب منه موسم جدول منتظم جدول معروف يساعد المنتخب لأن الحلم والخط الأحمر هو المنتخب الوطني بدنا إياه يصل كأس العالم ومطلوب منه يساعد الوحدات والحسين ومطلوب منه يمشي الدوري ما نشوف دوري كلهم ورية مؤجلة كيف رح ينجح بنجح بحالي واحدة بس إذا استخدم أيام الفيفا والنظام المتبع عالميا كيف اللي رح يواجه لو طبقوا اعتراضات من الجميع ليش لو طبقوا هيجي مدرب المنتخب بيحكي بدي أيام أكثر ولو طبقوا رح يحكي يجي الوحدات والحسين ويحكوا إحنا مضغوطين بدنا تساعدونا أكثر فالموضوع نجاح الجدول يعتمد على تطبيق أيام الفيفا هلأ إحنا عنا عدد المباريات أقل ممكن تساعد بفترات معينة بس ما تكون مؤثرة إجمالا يعني ممكن تساعد الوحدات والحسين وممكن تساعد المنتخب بس بحسابات لأنه عدد المباريات عنا أقل بنتحمل بعض التأجيلات بعض يعني المد في مرحلة الذهاب بعض التعديلات لأنه على المباريات أقل ممكن ننهي السنة الجاي بشهر خمسة تحت كل الضبوب إذا اشتغلنا صح كيف يفترض النظام مش عنا كيف يطبق كيف الدوري الإسباني بلعبوا عشرين نادي وبلعبوا بطولات أوروبا وبلعبوا بكل وبلعب منتخبهم بتصفيات كأس عالم وبطولة أوروبا وكل شي بمشي وكيف بإيطاليا وكيف بإسبانيا كيف بسعودية السعودية ماشي صح كيف الموضوع سهل أيام الفيفا شو بتعني إنه المنتخب عنده أسبوع فيفا ما بياخد أسبوع أو عشر أيام قبله أنا ما بحكي نعمل هيك أنا بحكي نوفر لمنتخبنا كل إشي بس بشرح لكم كيف بتنجح أيام الفيفا تطبيق أيام الفيفا عشان الموسم يمشي صح المنتخب عنده مثلا مبارا لأحد بتجمعوا الخميس ببلش أيام الفيفا الخميس بتجمعوا الخميس مش قبل عشر أيام هيك بيصير في العالم أنا ما بطالب يصير هيك أنا بطالب توفير كل شي للمنتخب لكن إلى حد معين محاولة الالتزام بأيام الفيفا إنه نقدر الموسم يمشي الآن إذا جمال السلامي بيحكي إنه الدوري مهم وبيدين بريات تنافسية معناته لازم يعتمد على الدوري إذا هيك سياسته لأنه أصر على انطلاق الدوري بدون جاهزية الأندية الشهر بعد عشرين يوم إذن الدوري عنده مهم طيب وبنفس التوقيت ما بيأجلوا مباريات للأندية بتشوفوا مباريات مؤجلة إلى ريال مدريد مثلا وإذا لبرشلونة أو إلى مانشستر سيتي بمكن يتأجل مرات صدفة مباراة بالسنة عشان عنده مباراة أوروبية ولا عشان عنده مباراة كأس العالم للأندية مليون بطولة بيلعبه ما فيه اللي بيصير كالتالي بتيجي المباراة اللي بيلعبها النادي في البطولة القارية مثلا بتيجي المباراة حسا هم غالبا بيعملوها يوم الثلاثة والأربعة عشان يعملوا السبت يلعب دوري فما بيتأجل بيعملوا المباراة بنص الأسبوع بيفترضوا الدوري جولي في الأسبوع بيحط لك المباراة القارية في نص الأسبوع إن شاء الله وين ما بدك كان مكانها بدك تسافر ثلاثة أيام والرابعة بتلعب بدك ترجع على أردن ثلاثة أيام والرابعة بتلعب هيك هم بيتبعو إحنا ممكن مع الأندي بنعمل زي هيك بس بنعطيهم أربع أيام والخامس بس إحنا بالمنتخب للأمانة لا بنعطيه الفترة الكافية حسب المدير الفني هيك سياستنا الآن عشان ما يصير تشابك ما يصير تداخل والله يكون يبعون لجنة المسابقات بدهم يقعدوا يرتب أمورهم الآن أحياناً رح يكون في مباريات دوري أبطال آسيا تسبق مباريات المنتخب بعشر أو أسبوع بسبوع كي بدهم يتعاملوا مع الوحدات والحسين كي بدهم يمشي أجلوا مباريات في الدورية الوحدات والحسين وكي بدهم يمشي المنتخب اللي بضمن هذا الإشي تطبيق أيام الفيفا وتطبيق الفيفا ديزو وتطبيق النظام المتبع وأنه النادي اللي بده يشارك خارجياً بنضغط بهاي الطريقة والمنتخب بده يتعامل مع الوقت المتاح بهاي الطريقة لكن لا يعني ذلك الالتزام مية بالمية لأنه عنا عدد المباريات أقل ممكن نعطي المنتخب بعض المساحة الزيادة إذا احتاجها ممكن نتساعد مع الوحدات والحسين إذا احتاجوها لكن ما بصير نرجع لزي الموسم الماضي نحكي ضايل جولتين وثلاث جولات انتهت مرحلة الذهاب وضايل جولتين وضايل ثلاث جولات وبدنا نأجر الإياب عشان نلعبهم من الأسباب التي أدت إلى انتهاء الموسم بثلاثين ستة أنه الجولتين اللي ظلوا من مرحلة الذهاب لم يتم لعبهم إلا أو لم يتم فتح القيد إلا بعد لعبهم في شهر اثنين بعد نهاية مشوار المنتخب وحصوله على وصيف آسيا لعب المبارتين المؤجلات كان فيه مبارتين للحسين أو للوحدات والحسين مبارتين للوحدات ومبارتين للحسين وبعد ذلك كان فيه مبارتين مؤجلات للوحدات والفيصلية وفيه منهم مع الحسين وبعد ذلك تم فتح القيد واستهلكنا 15-20 يوم وراح 15-20 يوم مع 3 توقفات للفيف كل توقف كان فيه عشر أيام زيادة وفيه توقف كان فيه خمستاش مع أسبوع الأندي رفض التلعب هذا أسباب أنه الموسم يتأخر رغم أنه عدد المباريات قليل وقليل جدا الآن ليس لازم نرجع لهذا المطب مرحلة الذهاب لازم تنتهي بموعدها ما بدنا مباريات مؤجلة تعملنا إرباك لبداية الموسم القادم أو لبداية مرحلة الإياب القادمة آسف وهذا يعتمد على طريقة التعامل مع جدول المصابقة اتحاد كرة القدم الآن سيلعب 3 جولات بشهر 8 بعد موافقة الأندية يعني سيقطع شوطه بشهر 8 سيقطع بعشر أيام 12 يوم سيلعب 3 جولات سيكون بخلص بشهر 8 رغم أن الأندية ليست جاهزة لكن الأندية وافقت من أجل المنتخب باقي الجدول لازم يترتب صح تشوف مباريات الحسين والوحدات الآسيوية وتشوف مباريات المنتخب وكيف ما يتأثر المنتخب سلبا وكيف ما يتأثر الوحدات والحسين سلبا وكيف ما يتأثر جدول الدوري سلبا وعمره أيام الفيفا ما كانت يتخرب جدول مصابقة دائما أيام الفيفا بتنظم مواعيد المسابقات بتعطي الدوري حقه بتعطي كأس كأس في البلد حقه وبتعطي المنتخب حقه البش يعني الشغل بنظام وسيستم بس احنا في جميع الأحوال لازم نقف مع المنتخب ولازم المنتخب دائما طموح تأهله إلى كأس العالم يتحول لحقيقة ويجب التضحي من الجميع عشان المنتخب يمكن أنا من الناس اللي كنت ضد أنه يبدأ الدوري بـ 8-8 مش عشان الأندية لأني مقتنع أنه فنيا الدوري مش رح يفيد المنتخب في ضل أندية غير جاهزة وفي ضل أندية غير مستعدة لإنطلاق الدوري ورح تكون جولات ضعيفة ولو استعد المنتخب بطريقة مختلفة ممكن يستفيد أكثر شكرا لكم جميعا